اشتركوا في القناة سأريكم طريقة عمل مربى التمر والذي يسمى عندنا الرب اولا نقوم بوضع التمر في الماء لكي يغلي هكذا مثل ما تشاهدون يغلي لمدة ساعة او اكثر حتى ينضج مثل ما تشاهدون هذا هو التمر يوجد نوع من التمر يتطلب ساعتين اكثر لكي يتطلب ساعتين يغلي بعد ما يغلي التمر في الماء نقوم بعصره نعصره جيدا يعني الرب فيه منافع وفوائد كبيرة للجسم وحريرات كبيرة كما انهم مغضي ووجبة كاملة مع الزبدة واللبن بعد ما نقوم بعصره نقوم بعصره مرة ثانية في قطعة قماش مثل ما تشاهدون نصفيه جيدا في قطعة قماش هكذا ثم بعد ذلك نضع الرب او مربى التمر الذي قمنا بتصفيته في في النار يغلي مرة اخرى هكذا لمدة نصف ساعة وانتحصل على الرب مثل ما تشاهدون هذا هو الرب هذا هو الرب في الاخير وجبة رائعة ومغضية كاملة ان شاء الله اكون قد افدتكم لا تنسوا الاشتراك في قناة فوائد النوع والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة